لقافلة وطنية التي سوف تنطرق في يوم الفاتح من أكتوبر بولاية تيارة على أن تكون الانطلاق بالنسبة لهذه القافلة بالنسبة لولاية الجلفة يوم 2 أكتوبر وقد صخرنا جميع الوسائل الضرورية لذلك لإنجاح هذه القافلة التي تصل وتجول ربوع 36 بلدية على أن يكون في كل أسبوع يوم الاثنين تكون مخصصة لضائرة أي 3 إلى 4 بلديات لتقرب من المواطنين في البداية نشكر للصحفيين والإذاعات والمراسلين الذين يسمحوا لنا بالولوج والدخول إلى ديار المواطنين بدون استعدان ويعتبر الصحفي كفيزا أو تأشيرة الذي يسمح لنا بالدخول إلى المواطنين لأن مجابة الأخطار الطبيعية والتكنولوجيا ومقدمتهم هذه القافلة هي التسمم بأول أكسيد الكربون تهم ليس فقط درجة الحيمة المدنية والصحفي بل المواطن العادي باختلاف مستوياته الفكرية هذه القافلة أعطينا لهم اقتراحات كذلك الشركاء أعطينا لهم اقتراحات أعطينا لهم التزام أنه كيقوموا بعملية القافلة التي سوف تصل ممكن إمكانية أخذ عينات من البيوت المواطنين يدخلوا الداخل يشوفوا الإقامات الكهربائية لإقامات الغازية كذلك الوسائل المسخرة للتدفئة أو الاستحمام أو تستعمل كوسائل تدبيرية كطابون التي نقولها بدرجة والتي تستعمل في بعض العائلات من أجل التدفئة إذن محافظة على الحياة والمحافظة على النسل هو أمر إلزامي شرعي إنساني قانوني وحماية للمستمع المدني وبالتالي حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من مهمتنا الرسمية وكلمة إلى المواطنين كلمة إلى المواطنين وهو الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهور في استعمال هذه الأجهزة التي هي الكاملوت والتي هي الطايوان كما نسموها بالدرجة إضافة إلى ذلك من خلالكم نقول للموسم الشتفي ندير حملة مشتركة فيما يخص حوادث المرور فيما يخص الفيضانات والإلتزام بالإجراءات الوقائية عدم التهور للسواق وعدم ترك الأولاد وترك الأشخاص والسير في الأودية لأن حتى شرعاً أخير دوان أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي في مجرى الواد وهو ما فيه شلمة هذا أمر شرعي استباقي لذلك نقول المواطنين الكريم التقيد بالإجراءات الوقائية تنقية البلوعات عدم رفع وسائل بناء لركوا ضحها في المجال المائية والتي تؤدد إلى إنسدات هذه البلوعات لأن حمايتك تبدأ من حماية المواطن والإجراءات تتقم بها الدولة تبدأ بالمواطن الصالح لوطنيه شكراً